بعد انسحاب كل من موسكو وواشنطن من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى لعام 1987 في العام الماضي لم يبقى امامهما سوى معاهدة نيوستارت وهي الاتفاقية الوحيدة القائمة للحد من الاسلحة النووية بين البلدين الاتفاقية الاخيرة حاول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انقاذها حيث دعا لتمديدها لمدة عام على الاقل دون شروط مسبقة من اجل اجراء محادثات اساسية لحل كل المشكلات التي تشوب مثل هذا النوع من المعاهدات بيان بوتين جاء وسط ضارب بين دبلوماسيين من الطرفين حول مصير المعاهدة التي تم توقيعها في عام 2010 بين الرئيسين الامريكي باراك اوباما والروسي ديمتري ميدفيدف والتي ينتهي اجلها مطلع العام القادم وخلال اجتماعه بمجلس الامن قال بوتين انه من المؤسف ان تنتهي المعاهدة دون استبدالها بوثيقة اخرى من هذا النوع سيكون من المحزن للغاية انهاء هذه المعاهدة دون ان تحلم محلها وثيقة اساسية اخرى من نفس النوع كل هذه السنوات لعبت فيها معاهدة نيو سارت دورا اساسيا في تقييد واحتواء سباق التسلح وتنص الاتفاقية على ان لا تنشر اي من الدولتين اكثر من 1500 رأسا نوويا و700 صاروخ وقاذفات قنابل مع امكانية اجراء عمليات تفتيش واسعة في المواقع للتأكد من تطبيق بنود الاتفاقية الادارة الامريكية التي ضغطت في وقت سابق من اجل اتفاقية جديدة تشمل الصين ايضا رفضت تعرض بوتين حيث وصف البيت الابيض طالب الرئيس الروسي بغير المقبول